اشتركوا في القناة ونتعايشه نحاول ان نفهمه ويصل الى قلوبنا لعل الله جل على ان يجعلنا اياكم من اهل القرآن لازلنا ايها الكرام الاحباب مع ما تيسر من جزء عامة هذا الجزء الذي يتلى علينا كثيرا ونسمعه طبيلا لذلك في برنامجنا عما يتساءلون نتناول جزء عامة واكد في كل مرة اننا نريد ان نعيش القرآن لا ان نفهم كلمات او نعيش او نأخذ المعنى او الكلمة ومعناها وفقط لا نريد ان نعيش القرآن ان نفهم القرآن ان نتدبر القرآن ان يكون القرآن في حياتنا من خلال هذه اللقاءات الطيبة المباركة ولا زلنا ايها الكرام الاحباب مع سورة التكوير هذه السورة التي يصور الله جل وعلا لنا لها لنا بها القيامة كأنها رأي عين كما اخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام فبعد هذه الاخبار الشديدة بما سيكون يوم القيامة يقسم الله جل وعلا وهو العظيم على شيء عظيم بشيء عظيم على شيء عظيم يقسم الله عظيم جل جلاله بالنجوم العظيمة على القرآن العظيم وهذا ما اخذناه في لقائنا الماضي بفضل الله جل وعلا يؤكد الله جل وعلا في كتابي ان هذا كلامه انه ملك الكلام تستشعر عظمة الله جل وعلا وعظمة هذا القرآن وتعيش القرآن في حياتك وتعرف نعمة الله جل وعلا اذ انزع عليك القرآن لكن ربنا جل وعلا حتى تطمئن قلوبنا ان هذا الكلام الذي بين ايدينا هو كلامه الذي حفظه الله جل وعلا بنفسه انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون عشان لما تسمع القرآن تتأكد انه كلام ربنا تعرف ندينا ساي من ربنا يؤكد الله هذا المعنى بان الاسناد متصل عظيم العظيم جل جلاله تكلم بالقرآن سمعه ملك عظيم بل هو اعظم ملائكة ملك كريم بل هو اكرم الملائكة ملك ممكن بل هو الذي مكنه الله في كل السماوات والارض بل عند هذا العرش ملك ملك مطاع يسمع امره ويستمع اليه كل الملائكة وهو امين في النقل امين في النقل لم يكذب ابدا انه جبريل لتتأكد ان السلسلة السلسلة الاسناد سلسلة عظيمة من اصدق من الله قيل ثم جبريل الامين الذي ممكن المطاع الذي قواه الله جل وعلا واخذ كلامه بقوة ونقله الى رسول كريم صلى الله عليه وسلم لينقله الينا كما انزل كما سمعه لتتأكد من كلام ربنا جل وعلا فالوصف الكريم هنا لحامل الرسالة كما قلت لكم في اللقاء الماضي قول الله تعالى انه لقول رسول كريم ممكن احد يقولنا ربنا بيقول انه لقول رسول كريم بقى ده قول الرسول لا ربنا لم يقل انه لقول جبريل لم يقل انه لقول جبريل انما قال انه لقول رسول عشان تعرف انه حامل رسالة بس قلت لك في المرة اللي فاتت وبأكد ده تقريبا ولله المثال اعلى قلت لابنك روح يا ابني لعمك قل له ابويا هيجي لك بكرة كلمة ابويا او ابي هيجي لك بكرة ده كلام مين ده كلامك انت مش كلام ابنك بس ابنك اللي حامل الرسالة راح لعمه قال له بالضبط كده ابويا بيقولك هيجي لك بكرة جاب الرسالة عارف البنت الصادقة البنت الصادقة اللي جي واحد يخبط على الباب مين؟ ده فلان اللي علي الفلوس طب بص يا بنتي بص يوم البلكونة قل له ابويا مش موجود فاطلعت البنت البلكونة قلت ايه؟ بيقولك ابي هو مش موجود البنت صادقة ما بتعفش تجلب اصلا نقلت الرسالة صح ابي بيقولك ان هو مش موجود ابوك فين؟ هو قفوه هو بيقولك مش موجود فاذا كده البنت الصادقة مع الفتش تلفه الدور وآية الكلام صح ولله المثل اعلى فما ظنكم بمن ارسله الله وزكاه في القرآن اكثر من تزكية لتتأكد ان هذا الكلام الذي ستسمعه من هذا الرسول يا محمد ولتتأكد انت يا من تسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم ان هذا الكلام هو كلام ربنا جل وعلا عشان كده في علماء الان بتوع القرآن او قراءات بيقولك اسند متصل اسند متصل ان ايه؟ يعني سمعت عن شيخي واجازني ان ده سمع كلام صح وشيخه اجازه عن شيخي حتى سمع ابن سعود حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمع من جبريل الذي سمعه من رب العالمين السلسلة والاسند ده عشان لما تسمع انت القرآن تتأكد ان هذا كلام الله جل وعلا فتستريح وتضيب يفسك ويحصل في قلبك من الطمأنينة والراحة يا مؤمن وكذلك من المهابة والعظمة والجلال اذ انك الان تسمع كلاما تكلم به تكلم به رب العالمين سبحانه وتعالى قال تعالى انه لقول رسول كريم يبقى الرسول من جبريل حامل الرسالة رسول لا يأتي بعنده انما يحمل امانة وصلها ولتتأكد من صدقه في حمل الامانة ربنا زكاة قال انه لقول رسول كريم كريم ذي قوة الله جلال امده بقوة النبي عسام امده بقوة النبي عسام رأى جبريل زي ما ربنا قال في آية جاية ولقد رآه بالأفق المبين رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين في حياته على صورته التي خلقه الله عليه وبنزله كل مرة بس بصورة هينا لينة تطيب للنبي والسلام او يتحملها رسول لكن النبي عسام رآه مرتين في عمره بالصورة التي خلقه الله عليه له ستمائة جناح قد سد الأفق ولقد رأاه بالأفق المبين ومرة تانية في راحة المعراش ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جانة الماوة يبقى النبي عسلام رأى جبريل مرتين مرة سد الأفق يعني النبي عسلام ما شفشا لهو السماوات والمشرق والمغرب والنجوم والأفلاك والشمس والقمد كل ده متغطي بجبريل سد الأفق ملك عظيم هو أعظم الملائكة ملك ممكن هو سيد الملائكة ملك كبير هو أمير الملائكة أرسله الله جل وعلا بهذه الرسالة ذي قوة قوة عظيمة بطرف جناح من ستمائة جناح بطرف جناح من ستمائة جناح قلع ستة قرى لقوم روت سدوم ورفعها وقلبها حتى سمع نباح كلابهم فحولهم تحت الأرض خسفت بهم الأرض انقلبت بهم الأرض بطرف جناح من سيدنا جبريل حتى تعرف قوة ذي قوة ربنا لقوة القوي قوة أعطاه قوة منه سبحانه وتعالى ذي قوة سيدنا جبريل سيدنا جبريل القوي المكين الممكن عند ذي العرش شف حتى ما قالش ذي قوة في السماوات لا ذي قوة عند ذي العرش يعني مع أن العرش هو العظيم أعظم مخلوقات لا إلا أن جبريل الله أمده بقوة عند هذا العرش عند ذا حتى الملايك حملت العرش يطيعون أمره بأمر الله يستجيبون للأمر جبريل كل ما أقرأ الحديث دون أعرف فعلا قول الله تعالى مطاع ثم أمين يعني جبريل مطاع لو قال لي ملك اعمل اعمل امشي امشي قف قف انزل انزل مطاع أمير الملائكة جبريل محبوب المؤمنين مش اليهود اللي بكرهوه بكرهو شيدنا جبريل ليه بكرهو شيدنا جبريل والشيع بكرهوه لكن نزل على محمد ما نزلش على علي بن أبي طارب وان اليهود يقول لك ما كان ربنا قال كده انهم بيكرهوا جبريل وربنا زكا في القرآن هو ميكائي وإسرافيل في القرآن وهما بيكرهوا جبريل ما كان كل من كان عدوا لجبريل بيعدوه بيكرهوه فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا احنا بنحب سيدنا جبريل ويمتلئ قربنا بحبي ليه لأنه هو لنزل الكلام تعالى عليها على النبي عليه السلام هو السبب اللي ربنا يجعله سبب هو الرسول اللي حمل للرسالة وهو الأمين وهو الممكن وهو المطاع الذي جاء بهذه الرسالة بهذه القرآن ليبين الله لنا ولترسم به حياتنا في هذه الدنيا فبنحب سيدنا جبريل بنحب سيدنا جبريل سيدنا جبريل في قوة عند هذا العرش مكين مطاع مطاع لما يسمع الآدي بتذكروا حديثة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربهه البخاري المسلم من حديثة إبريرة إن الله إذا أحب عبدا نادا يا جبريل إني أحبه فلانا فأحبه وفيحبه جبريل ثم يسمعه بعد ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء أول ما أمر جبريل بأمر الله على طول أطاعة الملكة ده مطاع مطاع ثم أمين ثم يعني هناك يعني هناك عند العرش في السماوات في الملاء الأعلى ثم أمين تسمع الكلمة دي بلسم شافي تعرف اللي أنت بتسمعه ده كلام ربنا لأن جبريل أمين لأن جبريل أمين أمين وحي السماء أمين وحي السماء جاء بهذا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان العربي مبين تعرف إن رسالة ده صح إن كلام ده صح إن كلام ده صدق دليل على صدق رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل بها جبريل جبريل ملك عظيم صفاته قوته رؤية النبي له ربنا قال في القرآن علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى إلا علم جبريل إلا علم النبي عليه السلام بأمر الله جل وعلا ملك معلم أمين ذو قوة قوة في الحفظ قوة في النقل قوة في الأمانة قوة في البأس قوة في الخلق وقوة في الخلق كذلك فهو أمين وهو كما قال تعالى ذي قوة عند العرش مكين يعني مكين لها معنيين ذو مكانة أو ممكن له يعني جبريل ممكن له عند الله جل وعلا ممكن الملائك والله تسمع كلامه إن السماوات والأرض تعرف أنه قوي ممكن مكنه الله جل وعلا مما حوله بأمره سبحانه وتعالى وله مكانة له مكانة له قدر ملك أعظم ملك أعظم ملك إسرافيل على جلالة خلقته إسرافيل نفخة يدمر يكون يدمر يكون الذرات تموت الكائنات تموت الأرض والسماوات تموت الملائكة تموت بنفخة من سيدنا إسرافيل ماذا دا اللي بحصل ينفق في السور كل يموت أفضل من جبريل أفضل من إسرافيل وأقوى من إسرافيل والممكن أكتر من إسرافيل سيدنا جبريل عليه السلام عشان تعرف مكان سيدنا جبريل عند الله جل العالم أنا أقول الكرم دليل عشان تطمن إن ذا كلام ربنا سيدنا جبريل لما بني إسرائيل عاندوا بطرف جناح رفع الجبل فوق رصوم وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه وظل خذوا ما آتيناكم بكوة اعرفوا ذا كلام ربنا فأفع عند حدكم جبريل ملك ممكن من رب العالمين جعل الله جل وعلا الرسالة تأتي على يديه يحملها إلى نبي عظيم زكاه الله جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى وما صاحبكم بمجنون ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين ثم توجه الكلام للنبي والسلام أو لجبريل وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين ليس متهما ولا كاذبا وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون يؤكد الله جل وعلا أن هذا القرآن الذي جاء من عند ربنا جل وعلا عمله جبريل إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ليكون رسالة صادقة منقولة بمنتهى الأمانة والصدق من ملك قوي ذو مكانة وذو قدر عند الله جل وعلا إلى نبي ذي قدر لا يتهم بالكاذب أبدا ولا يبقل على أمته بأي معروف إنه رسول الله وما صاحبكم بمجنون ونؤجل الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم تحت هذا العنوان في اللقاء القادم وما صاحبكم بمجنون حتى لا نهضم حق نبينا صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا عن جبريل بمكانته وقدره لا نهضم حق نبينا فهي سلسلة ذهبية أو سلسلة من الصدق والأمانة والمكانة عند ربنا جل وعلا لتحمل إلينا القرآن المحفوظ من الله جل وعلا لتسعد بقراءته ولتهنأ بأن يكون نبراسا لحياتك أسأل الله تعالى أن يرينا ربنا ونحن بجوار نبينا لنسمع كلامنا ربنا الذي جاء به ملك حبيب إلينا سيدنا جبريل في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مختدر صلى الله عليه وسلم وبركة نبي محمد والحمد إليه رب العمين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة